مع ضيف العزيز واحد من سوبرستار عالم جراحات السمنة في مصر والوطن العربي السؤوس الدكتور الكريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشف وادينين وزميل كلية الجراحين الملكية الإنجليزية زميل كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على التصنيف الجودة الدولي في جراحات أسمنة S.R.C. نورة الدكتور الكريم ومستشف وادينين وساعد باختيارك أنك نتكلم على سمنة الأطفال هابدأ الأول بالكلاسيكيات البديهية أسباب سمنة الأطفال في البداية أسمح لأننا أحايا حضرتك وكل أستاذ المشاهدين وكل فريق العمل والحقيقة طبعا سمنة الأطفال هي منتشرة بصورة كبيرة جدا احنا عايزة أقدم أننا نتكلم على سمنة الأطفال اللي هي فوق سن 10 سنين الناس اللي كاسر 100 كيلو نبتدي نختار منهم من يعمل العملية طبعا سمنة الأطفال قد تكون ورسية طبعا أو جينية وقد تكون مكتسبة من طريقة تغذية غير صحية ودي يمكن مشهورة لكن احنا مش عايزين نجلة أطفالنا برضو لأن هم أحيانا بيبقى عندهم الجينات بتاعة زيارة الوزن هي دي السبب الواضح وهو طول الطفل ما زاد وزنه 90 كيلو 100 كيلو 110 هو ملعة الإنسلين زادت في جسمه عنده نهم رهيب بسبب عنده هفتان طول الوقت عايز يأكل طول الوقت وهو الحياة غصبا عنه لأنه احنا عايزين بقى نساعده لأنه هو فعلا في وضع مأساوي يعني وضع مأساوي صحي لأنه معرض طبعا لكل الأمراض اللي هي بتصيب السمنة المفرطة في كل الأعمار مش بس الأطفال يعني الطفل مش بعيد خالص عن السكر ولا بعيد خالص عنه ويمكن 80% من الناس عندهم سكر من نوع التاني كلهم عندهم سمنة عندهم كمان الناس اللي هم الأطفال عندهم مشاكل بقى في التنفس ربما يقطع نفسه بالليل وما تليش بياخد نفسه كويس وقعود إن شاء الله خارطول الليل وأطفال كتير جدا ما بتعرفش نمع على ضهراب بلا سنين يعني بعض وعندي أطفال كان الجابحة بتاعتهم مسودة من كتر بنام على ديسك بالليل ما بنامش بنام على بتنام كده وبالتالي الجابحة بتاعتها الجلد بتاعها بسودة من كتر إيلة النوم بزيش بيسموه في الطب بيميلة قدام أنا بحيي فريق العمل المصحصح ده اللي هو قاعد مراكز على طول صعوبة التنفس الحال مليان دهون طول الوقت وتلاقيوا المشكلة دي مش بس في الأطفال في الكبار كلهم الناس اللي عندهم وزن زيادة بتلاقي عندهم انقطاع في النفس أثناء النوم الوزن الزياد في الأطفال بسبب السمنة المفرطة يعني طبعا بيعرضهم لتقاوس في العظم بتاعهم وبالتالي إحنا أسباب كتير للسمنة ولكن إحنا بنقدم لهم حل لأنه مجلود اجتماعيا في وسط زميله ووسط ويمكن أهله كمان الأهل نفسهم كمان أحيانا طبعا بيعتبرون ده تأصير من الطفل لكن هو مش تأصير حقيقة يعني هو ربما يكون السمنة خلاص تحكمت فيه الهرومنات اختلفت منعت الإنسولين زادت إنها مزاد للأكل بصورة مرضية هو مريض وإحنا عارفين في الطب دلوقتي إن السمنة هي مرض مزمن It's a chronic disease a chronic inflammatory disease كمان يعني مرض مزمن شديد الخطورة الطفل اللي وصل الوزن بتاعه الزايد اللي كسر 100 كيلو بالتقريب يعني عنده مشكلة بقى في التنفس عنده مشكلة في العظم بتاعه متقوس عنده ابتدأ بداية سكر يعني طبعا نفترين نفكر بقى في حل جازري لإنقاص الوزن قد يكون بإجراء عملية التكميم بعد فشل المحاولات اللي هي التحفظية بقى بالعلاجات اللي هي المعتادة أو التغذية العلاجية